باب السماء كل ما قربته و قرب و الدعوة سم من غير امال تصعر باب السماء كل ما قربته و قرب و الدعوة سم من غير امال تصعر والقلب هو السماء إم لا إيمان بالله وقصد كريم تلقى هو اللي بيقرب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعم الله تبارك وتعالى علينا ويكافئ مزيدا ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد أبدا أبدا اللهم لك الحمد أبدا أبدا اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول وصلاة وسلاما دائمين متلازمين على الرسول المصطفى والنبي المجتبى سيدنا محمد جميل الذات وكامل الصفات وسيد السادات ونور الموجودات صلي لهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارضى اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين آمين مشاهدين الأكارم السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني المتجدد من برنامجكم لعلهم يفقهون على قناتكم دي ام سي سائلا المولى تبارك وتعالى أن يفتح علينا فتوح العارفين وأن يوفقنا توفيق الصائبين الصالحين وأن ينفعنا بالقرآن والذكر الحكيم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يقربنا منك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا رب لنا سواك فندعوه ولا مالك لنا إلا أنت فنرجوه نسألك يا مولانا يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين انصر إخواننا في فلسطين فرج اللهم كربهم اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم أيدهم بتأييدك وفقهم بتوفيقك وأمدهم بمدد من عندك اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين واجعل اللهم بلادنا أمنا أمانا سلما سلاما سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين والمسالمين اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين ربنا وتقبل دعاء اللهم آمين آمين مشاهدين الأكارم أجددوا لحضراتكم التحية وإحنا فتحنا ملف الأسرة باعتبار أن الأسرة هي اللبنة في بناء المجتمع وعدنا نأكد ونزيد ونعيد وفي الإعادة إفادة وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين على عظم حق الوالدين وإن دا وسيط ربنا وإن دا قضاء ربنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين أحسانا حتى الإنفاق في سبيل الله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ربنا يجعلنا من الناس دول الناس اللي بتنفق أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية دا ابتقاء وجه الله أدول إباءة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون طيب قلت له أنفق ماشي أنا جاهز أنا جاهز يا رب حنفق اللي مين أدي من الأول يسألونك ماذا ينفقون قل قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامة والمساكين وابن السبيل شوفوا شوفوا الترتيب دا رقم واحد أبوك وامك الوالدين أحق الناس بك وأولى الناس بك أبوك وامك واحد راح للنبي عليه الصلاة والسلام قال من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله مين أولى الناس بي مين أحق الناس بي مين أهم ناس في حياتي مين رقم واحد قدامي مين يا سيدنا النبي قال أمك الرغل قال له ماشي إلا بعده ثم من مين بعد أمي قال أمك يعني بعد أمي أمي أيوة قال ثم من قال أمك ثلاث مرت أيوة ثم من قال أبوك شوفت مصبع عينيك أمك يمينك أمك مصد كده أمك و وقوت الدفع الدينامو المكافح المجاهد الأب شوفت فأنت لو قلت لنا عند أربع جهات قفلناهم من قدامك أمك 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 ده ربنا أمر كده ننفذ بقى طيب تقول لي ده أساء لي أو ما ربنا قال لنا أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرقون بالحسنة السيئة إذا كنت أنا الورة اللي بيسيء لي برد على الإساءة بحسنة إذا كان حبيبنا وقدوتنا وتجرسنا سيدنا النبي اللي بنزوره وحنزوره وعايزين نزوره وعايزين نشوفه في المنام وعايزين نبقى في جواره يوم القيامة ربنا بيتكلم في وصفه بيقول عن النبي ولا يدفع السيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح النبي ما بيردش على الإساءة بإساءة شو أبوك أساءة هترد عليه بإساءة برضو ما يصحش خلاص اتفقنا وعظم حق الوالدين نخش على الموضوع التاني أيوة إيه الموضوع التاني حتندهشه لما تعرفوه لما تعرفوه عدراتكم أنا جاءت كلم شوفها حتى كلم في بيرد والدين أديه وما نتبعش الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله بعدين أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم خالف حواك حتى لو أبوك عمل حتى لو أمك سوت حتى لو لازم أبوك أمك عظيم الموضوع ده فهمناه كويس أكدنا عليه وقلنا دي فريضة ربنا ودي وسيط ربنا وده قضاء ربنا أبوك أمك أيوة خد بقى الموضوع اللي انت هتشوفه دلوقتي رحم الله رحم الله والدا أعانى ولده على برده ولدك التقل في ولدك إيه ده يا شيخ أيوة طبعا الدين بتاعنا دين متكامل والله العظيم يا حضرات الحمد لله يا رب دين عظيم زي ما عليك ليك انت عليك بر الوالدين وعليك الإحسان إليهما وعليك وعليك بس قبل ما يبقى عليك كان ليك طبعا رحم الله والدا أعانى ولده على بره النبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وربنا قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا نعم يا رب قو أنفسكم وأهليكم نارا خد بالك من عيالك اتقل فيهم أعطيهم حقهم يا عشان تعرفوا يا حضرات أنه الشرع الشريف شرع جميل وعظيم ومتكامل لم حتى في العلاقات الزوجة ولهن مثل الذي عليهن الزوج عليها التزامات عليها واجبات وليها زي ما عليها هي ليها وزي ما أنت كزوج ليك حقوق على زوجتك فأنت عليك واجبات تجاهها الأمور متكفأة شفت إزاي يعني عشان ما حدش يزعل الشرع بقوله ولهن ستات الزوجات مثل الذي عليهن اه يبقى متعدلين تعال نشوف بقى القضية دي في ايه ده في عبادة ربنا يا راجل ازاي في عبادة ربنا تعال نشوف النبي بقوله يا الله ما صلي علينا يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله معاذ بن جبل ده واحد من الصحابة وهو أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام من اللي عطاه الشهادة دية أو الوسام ده النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل معاذ ده يا حضرات اللي النبي نداله مرة وقال له يا معاذ اني لا أحبك يا انت ما تقول النبي محمد انا بحبك يا سيدنا النبي ماشي انما لما النبي يقول لك انت تعال يا فلان انا بحبك بس خلاص بقى ما شاء الله عليك انت كده عديد ده النبي اللي بحبك فده حاجة عظيمة قوي ما له بقى معاذ بن جبل كان مع سيدنا النبي بشين فالنبي قال له يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله فالنبي سكت ده ده له المرة التانية يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله امورني النبي سكت النبي بيمهده بيشوقه بيخليه ينتبه لما هو اتي الكلام اللي جاي لانه يبدو انه الكلام هيبقى مهم جدا ففي المرة التالتة يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله امورني قال اتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله شوف شوف يعني وحن هلين حق عند ربنا هلين هنا حاجة بس شوف كأن الشرع بيعيز يقولك في حقوق اه معاذ الله ورسوله اعلم ايه حق الله على العباد وحق العباد قال حق الله على العباد حق ربنا عندنا ايه ان احنا نعبده ولا نشركه بيشيء وحق العبادي على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيء فلما يجي في قضية الحقوق احنا ما نشحق عند ربنا أصلا بس برضو يعني النبي شرحلنا بطريقة ربنا له حق عندنا ونحن نجينا حق عند ربنا يعني حتى حقنا اللي عنده ربنا ده ده باب تكرم منه سبحانه باب فضل منه سبحانه من باب الإحسان والجود منه سبحانه إنما الله لا يلزمه شيء سبحانه وتعالى فإذا كان ده اتعامل ما بيننا وما بين الخالق طيب ما بين الأولاد وأولياء الأمور انتبهوا أيها السادة فإن لأولادكم إن لهم حق إن لهم حقا علينا حق علينا خلونا نطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل طبعا ولدنا هينتبهوا دلوقتي الشيخ طالع يتكلم عن حقوق الأولاد على الوالدين بعد ذلك الفاصل بمشاة لا ابقوا معنا أكرمكم الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وارزقنا حالا من حاله مشاهدين الأكارم أجددوا لحضراتكم التحية لما نفتح ملف الأولاد وحقوق الأولاد مش هيجي حد يقول لي طب فين الوالدين لا إحنا تكلمنا عن الوالدين وعدت شرق وغرب وفي عيالنا زعلوا مننا إيه فين طب واحنا يا مولانا ده نابونا سبنا ده منا عملت إيه لا أقول لهم أبوك ومك أبوك ومك جينا للوقت دلوقتي الأولاد أولادنا أكبادنا ده من أعظم الأمور اللي تخلت ذكرك من أعظم الأمور اللي تخلي عدات حسناتك لا يتوقف عارف دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني فاعمل لنفسك قبل موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني اعمل لك عمر ثاني يا ابن الناس لأن العمر الحقيقي بتاعنا محدود جدا آه الأعمار الأمة دي بين الستين والسبعين إيه دول يعني في عمر الزمن دول ولا حاجة إحنا عايزينك تعيش قرون تعيش إزاي بقى إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث فيه ثلاث حاجات يتني عدات حسناتك شغال يتني ذكرك باقي يعني الناس صنفان موت في حياتهم وآخرون ببطن الأرض أحياؤه يعني الراجل يموت ويدفن في بطن الأرض ويتني حي برضه ليه؟ المسجد اللي بناه يشهد آه مسجد فلان داري الأيتام اللي عملها المستشفى اللي عملها يعني أسطول كبير من الأولاد دفعات خرجهم علمهم إن الله ليثني على معلم الناس الخير شفت إزاي؟ إيه إيه اللي يخلي عدات حسناتك لا يتوقف لحد يوم القيامة تروح تلاقي جبال من الحسنات من أعظم الأمور النبي قال ولد صالح يدعو لا يعني شف سبحان الله الله يستحي أن يعذب عبده تحت أطباق التراب وولده يذكر الله فوق أطباق التراب شفت العظمة وفي حديث للنبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يرفع درجة العبد في الجنة أو العبد مات وبيترفع في الجنة مش أنت بتقرأ في سورة ياسين الرجل الصالح اللي موتوه أهل البلد موتوه قيل ادخل الجنة أو دخل الجنة هو قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرم الجنة دي في حياة البرزخ لسه الجنة كبيرة بقى يوم القيامة ففي حياة البرزخ الله يرفع درجة العبد في الجنة ده حديث للنبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يرفع درجة العبد في الجنة فيقول يا ربي أنا لهذه الدرجة جات لمنين أنا يوم ما دخلت قبري دخلت بخمسة مليار حسنة ألا بقوا سبعة أبقوا تمانية منين يقول باستغفار ولدك لك أنت سايب ولد صالح بيصلي وبعدين إيه كل صالة كل صالة كل صالة ابنك بيصليها بعد ما تنتقل بيحط لك منها نسخة ليه النبي قال إنما الولد كسبه أبي ده نتاك تربيتك ده نتاك شغلك ده نتاك صهرك الليالي ده نتاكك يا ست البيت ياللي فضلت إنك تقعدي بولادك وتربيهم وتعلميهم وتثق فيهم وتحفظيهم القرآن وتعلمهم الأخلاق وتحفظي على تعلمهم في السنوية العامة في الإعدادية المجستي حريصة عليهم وركزت كل اهتمامك إنك تتخرجلنا نموذج عظيم للمجتمع الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا أعددت شعبا طيب الأعراقي شفت إزاي فعلى قد تعبها ده لما سيت بتنتقل إلى القبر والقبر أول منزل من منازل الآخرة حسنتها لا تتوقف ليه؟ ده تعبها فنت عمرها في تربية ولادها ما تجيش بقى واحدة تقول إيه؟ عمري ضاع أنا عملت إيه؟ عملت إيه؟ قدمت لنا ولد صالح مهندس دكتور ميكانيكي نجار صالح بيعمل حاجة مفيدة إحنا في الوظائف معندي ناش خيار وفقوس كله عمل صالح طالما بيفيد البشرية وبيفيد نفسه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم قالوا وانت رسلوا قال حتى أنا 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 كنت أرعاها مش عيب قال للبعض ده رعي الغنم ده يعني وكأنها من الأعمال الدونية لا خالص خالص ويصنع الفلك مين اللي كان بيصنع الفلك؟ نوح ما يجيب خشب ويربط ويخبط ويحط ويمصمر ويزبط نوح ويصنع الفلك مين اللي ربنا قال وقلنا له الحديد مين اللي كان حداد؟ داود وهو ملك نبي شعيب شفتوا إزاي؟ احنا داخلين على ملف يا جماعة عايز أكلمكم فيه انتبهوا يرحمكم الله انتبهوا لأولادكم أبراج إيه اللي انت تقول لنا والله أنا بنت لولادي برج من خمس ستة دوار على شقتين وعلى نصتين ابني ابنك الأول ابني ابنك أحسن ما تبني لابنك بدل ما تقعد تجيب تدي له سمك علمه الصيد وهو هيصطاد سمك ماشى الطاووس يوما باختيال عارفين ماشى الطاووس فقلد مشيته وبنوه فقيل على ما تختالونا قالوا لقد بدأ ونحن مقلدوه وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه ايه ده هو بر الوالدين ده بيجي ازاي رحم الله والدا أعنى ولده على بره انت اللي بتعلم ولادك وانت اللي بتربيهم منذ نعومة أظفارهم لسه بيفتع عينه في الدنيا مش النبي اللي علمنا مروا أولادكم عارف يعني مروا أمر اؤمر مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين صلي حق ربنا ودل إيه بلا كده وقف كده وانتبه بتكلم ربنا ربنا شايفك ربنا مطلع عليك وبعدين قالوا اضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع مش دي أذاب عشان كده في صورة الإسراء ربنا بقول إيه إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقول لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما أيوة كما ربياني صغيرة دي كنوا بيربوني وانا عرفت منين رب ارحمهما انا كرمضان عرفتها منين رب ارحمهما أبويا رباني علي كده أم ربتني علي كده التربية بتيجي منين المربي الأول تقول لي احنا بنجوف شاطين من الشارع بالشارع القيل دي مين مسؤول عنها كل قناء بالذي فيه ينضح طلعنا ولادنا ايه علمنا ولادنا ايه ربنا ولادنا ازاي اخيرا قبل ما اطلع عايزة اقول لكم بيت شعر كده واطلع فاصل عارفين ايه ليتمل حقيقيا مش ان الابو مات قالوا ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلة ان اليتيم هو الذي تلقى له أم من تخلت او أبا مشغولا ده اليدم الحقيقي ان اختلاق ولد أبوه وامه موجدين بس أم من تخلت عن وظيفة الأمومة والتربية او أبا مشغولا مش فاضي نعرفش حاجة عن عياله بما شئت الله بعد ذلك الفاصل ابقوا معنا أكرمكم الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وارزقنا حالا من حاله مشاهدنا الأكرم أجددوا لحضراتكم التحية الذرية نعمة من ربنا سبحانه وتعالى ومنحة من ربنا يهبوا لمن يشاء إناثا هبا ويهبوا لمن يشاء الذكور ازاي تستخدم نعمة ربنا في طاعة ربنا والنبي عليه الصلاة والحديث عند الإمام مسلم في صعيحه إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث صدقات جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ده الامتداد من بعدك الأمير المؤمنين معاوية بن أبي صفيان حكم الدولة عشرين سنة دخل عليه ذات مرة الأحنف ابن قيس والأحنف كان يضرب به المثل في الحلم كان من أحلم الناس رجل جميل عالم وعنده حلم عظيم يضرب به المثل في الحلم على الرحمن قل يقوليك يا صبر أيوب عليه الصلاة والسلام نقول يضرب أيوب المثل في الصبر يا جمال يوسف يضرب به المثل في الجمال عارف كده طبعا لأنه جمال يوسف افتتنت به النساء لكن جمال النبي كان أقوى لأنه جمال النبي كان يعلوه البهاء فكانت الناس تهابوا يا جمال النبي اللهم صلي عليه فدخل الأحنف ابن قيس اللي هو يضرب به المثل في الحلم على أمير المؤمنين معاوية بن أبي سوفيا وكان جنب معاوية يزيد ابن معاوية ولي العهد فمعاوية بيقول له يا أبا بحر اللي هو بيكلم الأحنف يعني بيقول له إيه رأيك في العيال ما تقوله في الولد قال يا أمير المؤمنين هم ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا ولدنا ينهر بيض دول البنا من قوة ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا وقرة عيوننا ده قرة العين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين ونحن لهم كالأرض الذليلة والسماء الظليلة إحنا بالنسبة لهم فرش وغطى فإن غضبوا فأرضهم آه ما تزعلش عيالك احتويهم واخد بالك منهم وطول بالك عليهم أولادنا خلقوا لزمان غير زماننا ما تقولش ده أنا ده أنا ما كنتش بقول لابويا معلش الزمن تغير يا سيدي إحنا ما كناش نرفع بصرنا كده قدام أسد زيتنا دلوقتي الواضع اختلف كناش بنكح نتنحنح قدام أبائنا دلوقتي ابنك بياخد ودي معاك كان لو كنت انت واحد صاحبه يعني قال له يا أمير المؤمن أولادنا أكبادنا هم ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا وقرة عيوننا بهم نصلوا على أعدائنا ونحن لهم كالأرض الظليلة والسماء الظليلة فإن غضبوا فأرضهم يعني ما تزعلهمش خد بلك منهم يمنحوك ودهم ويحبوك جهدهم ولا تكن ثقلا ثقيلا عليهم ده الأحنا بيكلم معاوة بن أبي صفيان بقول له إيش دمك تلع العيالك ولا تكن ثقلا ثقيلا عليهم فيمل حياتك ويحب وفاتك يعني أنا نفسي أقول إيه اللي بيفكروا يخلفوا اللي والله العظيم اللي بيفكروا يخلفوا قبل ما يخلفوا اللي يفكروا يتجوزوا مش تعرف يعني إيه جوازي الأول والله العظيم يعني أنت راح تشتري عربية مش تعرف يعني إيه السواء الأول تطلع رخصة مش كده أقول إيه يعني أنت ده عايز تدخل كلية الطب مش عايز تعرف يعني إيه كلية الطب الأول ومذاكرتها ازاي انا عايز اخش علم علم ولا ادبي اعرف علم ده بيقدم ايه وادبي بيقدم ايه صح ولا لا يا حضرات مش قبل ما نخطل خط ونعرف احنا راحين فين قررنا نجيب عيال مش تعرف يعني ايه ابوة وتعرف يعني ايه امومة ولا دي رسالة عظيمة جدا يا حضرات يا الام دي من اعظم الكلمات اللي جاءت في القرآن ام ده ربنا سمى مكة ام القرى ده النبي عليه الصلاة والسلام رفع شأن فاطمة الزراء وقال ام ابيها شفت ازاي فين معنى الامومة فلما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا ان الله سائل كل انسان يوم القيامة عما استرعاه حفظ انضيع ربنا يسأل كل واحد يوم القيامة تعالى عملت مع عيالك تعالى عملت ايه مع ولادك ولا احنا ارحم بتدفع انت احمل وترملنا عيل واستمرنا العيل بقى تعالوا يا مش جايك مش اخي يعمله ايه الواد قليل الادب زي واحد مرة راح لشيخ مش يعني في دولة شقيقة يعني قال له ابن ضربني قال له ضربك مصيبة سودة ضربك قال له اه قال له انت علمته ايه ده عملتله ايه اه علمته الدين قال له لا طب علمته الصلاة قال له لا حفظت القرآن لا ربطت قلبه بالدين لا خوفت من رب العالمين لا قال له مالا علمت ابنك ايه قال له علمته الرعي قال له بس قال له معذور الواد فتكرك طور فنطحك ما يعني مش تعلم عيالك وينشأ اناشو الفتيان منا على ما كان عوده ابوه مش احنا اللي بنغرز ده في ولادنا يا حضرات منذ البداية مش انت ساعة اصلا ما بتجي تفكر انك تتجوز اصلا مش بتروح تختار وحدة صالحة فاظفر بذات الدين تربت يدك مش تجيب وحدة تخف ربنا عشان تطلع لك يالي خف ربنا وبعدين وتحسن اسمها تسمي ابنك اسم حلم اسم حسن كويس احسن واسماءكم فان الله يناديكم بها يوم القيامة فتحنا ملف النهاردة الاولاد ولابد ان ننتبه لاولادنا ونحطهم بالرعاية ونشبع طفولتهم واخد ابنك في حضنك وطبطب عليه وحسسه بقيمتي حاجات كتيرة معاني جميلة اوي الشرع الشريف علمها لنا حنقشها مع بعض ان شاء الله تبارك وتعالى الحلقات المقبلة واولياء الامور بقى يستحملوني زي ما كنت بتكلم عن بر الوالدين وولدنا استحملوني واستحملوا ان انا بشدة عليهم لا احنا دلوقت هنتكلم عن حقوق ولدنا وازاي نحتوي ولدنا وازاي نناقش ولدنا وازاي نطيب خاطر اولدنا وازاي تخرج ولد صالح يفتكرنا بعد ما ننتقل الى جوار ربنا اسأل الله العلي القدير ان يبارك في كل من شاهدنا واستمع وتاب وانتفع صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ارفع ايديكم اسألوا من غيره ايه بقى موجيب رحمده ايه ما اجمله عمره ورده حبيب وبيبالي تايبين لو بس بو مع الباب كله هولي امعين يتقبله التواب باب السماء كلما غربتله غربت والدعوة سم النماء من غير امل تصعب والقلب هو السماء إلا ايمان بالله وقصد كريم تلقام واللي بغربت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر